نيجي للحالة بقى اللي هي عملت شوية جادر. وانتو كلعيبة كرة افاضل كبار. هنمشي واحدة واحدة بالقانون. وبالحالة. نرجع وراء خارس نشوف. نمشي اللعبة. نمشي. لحد ما اقول لحدك تقف نوقف. ستوب. هنا المخالفة تموت ولا لس. ها. لس. نمشي سنة كمان. سنة صغيرة. بس. بس. ستوب. السؤال بقى يعني واحدة واحدة. المسافة احنا ده معيار الفرصة الواحدة حق ايه يا وقت. نمر واحدة. المسافة ما بين المخالفة والمرمى. هو ليه المسافة. ليه. المسافة دي هل اللاعب. المهاجم. في المسافة لما تكون كبيرة. كابتن بلال. مش لسه حيسيطر. ايه. ولسه هيروح. هيروح بكرته. اذن هنا المسافة هنا تفرق. ما بين ستة وعشرين خمسة وعشرين يارضة. وتفرق ما بين ان هي تمنتاشة يارضة. تمنتاشة يارضة ممكن. السيطرة روح وحط. هنا لسه اللاعب عنده ايه. عنده لسه السيطرة. طيب. سؤال. 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 اقرب لاعب هنا مين يا كابتن. عمر السلال. طيب. انا معي قرتي وبروح بكرة. ولعب من غير كرة. هل انا عمر السلال ما عندهش امكانية النهاردة من السرعة. يقفل. لا عنده الامكانية. السؤال. عنده الامكانية. من غير كرة اصرح هدين. تاني. لعب بكرة ولاعب من غير كرة. يجد. من غير كرة اصرح. يبقى انا عندي امكانية انا عشان كنت بكلم في المسافة. انا النهاردة. عمر السلية هلمشي سنة كمان. لمشي سنة كمان. سنة كمان. بس. هنا اللاعب طبعا سقط. وبالتالي انا اقول ان عمر السلعة كان امكان ان هو يقدر يقفل ويلعب الكرة يعني على الاقل كان حقيقة مدارية او 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 بيضايقوا في اللعبة صح الغندور بطاقة صفر مصبوط تمام فيش مشكلة الفار جاب الغندور عشان يقولون دي فرصة واضح بس انا كحكم حتى لو الفار جابني ممكن اكون مقتنع بالقرار اللي انا اخذته صح يا كابتن موسى كابتن القرار الاول والاخير يرجع لحكم اللي انا كفار بعمل علي ملوجة نظري هو شايف الفار ان انا شايف ان دي فرصة واضحة بالزرط جبت حضرتك عشان تاخد القرار هي ممكن لعبة من اللعاب المهمة جدا جدا في التأدير هنا بتفرق من حكم لحكم في معيار اختلاف في المسافة في تمركز المدافعين في حاجات كتيرة جدا انا شايف ان هنا كان اللي اصفر من الغندور في البداية كان هو صح في هذه الحالة وانا شايف ان هنا طرد حمد فتحي اعتقد كان قاسي جدا جدا في هذه الحالة بشكل عام بالقول هما مروا بشكل كواسي كابتن ايمن نتمنى 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 تطوير اداء الحكام في الفترة القادمة وبتوفيق لحكام مصر وبتوفيق كمان للجنة حكام مصر وبمبروك للنادي العالم مصر وبتوفيق مع البداية